مسجد قبلته لا تتوجه إلى مكة وجدوا أن قبلته موجهة إلى بيت المقدس وليست إلى الكعبة كان هذا ضمن رحلة بحث في تاريخ الإسلام في شرق أفريقيا تحديداً في أرخبيل لامو الأرخبيل الأقرب إلى موانئ العرب رحلة لم تكن يسيرة خبطنا في مطار ترابي ثم قطعنا البحر للوصول إلى أرخبيل لامو ومن هنا ركبنا قارباً آخر إلى جزيرة باتي ألان وصلنا إلى جزيرة باتي؟ وننطلق بعدها إلى شانقة انتقلنا عبر مسار ترابي وعر بين أشجار المانغروف والهدف من كل ذلك بقايا هذا المسجد ما ترونه الآن هي الطبقة الثالثة عندما نقب علماء الآثار في هذا المكان وجدوا أن المسجد بني على ثلاث طبقات المثير في الموضوع أن الطبقة الأولى أي المسجد الأول الذي بني في هذا المكان وجدوا أن قبلته موجهة إلى بيت المقدس وليست إلى الكعبة طبعاً الأمر الإلهي بتحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى الكعبة كان تقيباً في السنة الثانية للهجرة فعلى أبعد تقدير هذا المكان أو هذا المسجد بني في السنة الأولى للهجرة هذه هي الكبلة هذه هي الكبلة هذه هي دمي حراب هذه هي دمي حراب نعم قبلنا التحقق من ذلك بأنفسنا باستخدام تطبيقات اتجاه القبلة الاثماء المسجد galera إذا كان هناك أيضاً قد قاله إسلام حتى باروة باروة من سوميا يمكن أن تصدقى في مقدس لأنных منشرفين هنا أمانون يصبحوا جميعاً يصلوا على القائمة ولكننا أمانا استخدام الإسلام حتى باروة أو إسلام هم آخر إستخدام إسلام لعقاب وهذا قد يكون أحد أبرز شواهد وصول الإسلام إلى هذه الأرض في وقت مبكر رغم أن أستاذ علم اللغات محمد بكري لديه نظرية حول تاريخ مختلف من العديد من الفيديو الأرض